دكتورة نادية حضرتك اتكلمت كتير الحقيقة في يعني تصريحات كثيرة عن ضرورة دعم شباب الباحثين في مصر تمام يعني كنت بتطلبي ايه؟ هو فيه في أكاديمية البحث العلمي برنامج اسمه علماء المستقبل على ما اتذكر ده بيمول الباحثين اللي هما هيعملوا الماجستير والدكتورة بيديهم فلوس اللي هيشتغلوا بيه وبيديهم مرتب كمان بس بشرط يكونوا فيه بروتوكول للعمل ويكون معهم مشرفين الحقيقة برضو أنا عايزة اقول حاجة ان شباب الباحثين مش معناها ان الباحث هيعمل البحث لوحده لا ده فيه مشرف وفيه مشرفة وفيه مجموعة بتشتغل معاه لا يمكن نقول ان فيه بحث كله شباب ولا بحث كله نساء ولا بحث كله رجال هو بتبقى جروب تيم مع بعضه زي فريق الكورة كل واحد بيساعد التاني شباب الباحثين عندهم برضو افكار جميلة عندهم تطور في الميديا مش في الميديا عالمين مش في الميديا في المجتمع عندهم افكار متطورة ممكن يطبقوها مش معنى ان انا مشرفة على واحد ان انا لازم يكون علمي اكتر منه انا علمي اكتر منه في حاجات وهو دي افكار وعلم في حتة معينة انا كمان بستفيد منه فلازم الكبير يحترم برضو عقلية هذا الشاب ماقولش ده لسه صغير ده هيقول لي ايه انا مش عارفاك الكلام ده لا الكلام ده غلط دي اهم حاجة في شباب الباحثين بس فيه نقطة بقى ان احيانا الشباب بيبقى بيعمل البحث لمجرد انه مثلا انه ملقاش شغلة فيقولك انا اعمل دراسات ده هتعيني لأ انت اعمل دراسات علشان انت مقتنع ان انت عايز تعمل حاجة مهمة في البحث باهمية اكتشاف جديد يعني فيه الناس كانت بتجيلي في اللي هي بتاخد براءات اختراع عندها براءات هيلة جي عندها اختراعات هيلة جدا وفيه العكس فيه واحد بيجيلك يقولك انا عندي اختراع الاختراع ده هيقلب مصر ولو ما خدتهوش مني اسرائيل هتاخده مني ودايما اسرائيل هي اللي بيبقى عايزة تاخده فبتقابلي كل النوايات فعلى حضرتك انك بتحطي تيم يشوف البحث اللي فعلا مناسب ويستحق والبحث اللي هو اتعمل لمجرد ان انا ما عنديش حاجة عمالها طب هل هذه المسألة بتجري بسهولة بحيث ان احنا فعلا نحتفظ بشبابنا من الباحثين انا بس على حقيق السؤال ده لانه البحث يتخوف من تزايد فكرة الهجرة الى الخارج في هذه الابصال هي مش بتحدث بسهولة يعني انا عشان اعرف البحث ده كويس او مش كويس فهو لازم عشان ياخد براءة اختراع على سبيل المثال الناس بتقولك انا خايفة من براءة الاختراع ان البحث يتسرق انا بطمنهم ان يوم ما انت قدمت بحثك لبراءة الاختراع مش يوم ما قدت البراءة يوم ما قدمت بحثك البحث تكتب باسمك لو حد قدم بعدك مش هيتكتب باسمك الناس كمان بتتدايق بتقول ان البراءة بتاخد وقت طويل اه هي بتاخد وقت طويل بس هقولك ليه يعني لانها مش سهلة هي اول حاجة باول خطوة بتتعمل اسمها الجدية الجدية يعني جديدة ولا مش جديدة على مستوى العالم فتخيالي بقى بحث ده بيدرسوا على مستوى العالم كله مش بيلف يعني هما بيشوفوا هل اتعمل هل هو مسروق من حد ولا هو فعلا ده بتاعه هو خلصة المرحلة دي بتاخد حوالي منموم ست شهور الى سنة حتى نتبين انه بحث جديد تبيننا انه جديد بيبتدي يروح للناس المتخصصة العلماء المتخصصين البحث دوت علميا صح تنفيذه صح ما ولازم يكون علشان ياخد براءة اختراع انه ممكن ان ينفذ ممكن ينقشوا صاحب البحث لا اعدل كذا لا دي مش مظبوطة لا دي مش واضحة لا ده بحتك كويس جدا قد البراءة العملية دي بتاخد ما بين سنة ونصف لسنتين الناس فاكرة ان ده تراخي هو مش تراخي هو بياخد وقت لانها عملية صعبة جدا عشان حضرتك بتسأليني هو سهل ولا صعب ان انا احكم على بحث اشتركوا في القناة